لتشجيع الشباب واختيار أفضل القراء من الوجه الجديدة أطلقت لجنة المأذنة والأدعية والزيارات في العتبة العلوية المقدسة مسابقة الصوت العلوي الخاصة بالمؤذنين بمشاركة أكثر من أربعمائة متسابق يتبورون في ثلاثة مراحل الذي يترشح للمرحلة النهائية خمس فائزين فقط يتنافسون فيما بينهم لنيلي الجائزة الأولى وهي شرف رفع الآذان من مأذنة أمير المؤمنين عليه السلام في العتبة العلوية المقدسة أطلقت لجنة المأذنة والأدعية والزيارات في العتبة العلوية المقدسة مبادرة مسابقة الصوت العلوي الخاصة بالمؤذنين وكان الهدف من هذه المسابقة هو الاهتمام بهذه الشعيرة وإيجاد وجوه شاب لترتقي مأذنة أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه وترفع الأذان فضلا عن ذلك تشجيع الإخوة الشباب على الاهتمام بهذه الشعيرة المقدسة لقولهم صلى الله عليه المؤذنون أطولوا أعناقا يوم القيامة وقد انتظم في هذه المسابقة ما يقرب من أربعة مئة مشارك ابتدأناها يوم سبعة وعشرين اثنين وأغلق التسجيل الأولي يوم سبعة ثلاثة وسوف تكون هناك ثلاث مراحل مرحلة تمهيدية ولها لجنة تحكيم خاصة ومرحلة ثانوية ولها أيضا يتأهل ثلث العدد لجنة تحكيم خاصة والمرحلة النهائية يترشح منهم خمسة إن شاء الله تعالى خمسة فائزين يحكم لهم قراء دوليين في مادة الأذان وإن شاء الله تعالى يرتقي مأذنة أمير المؤمنين الفائز الأول هذه المسابقة حقيقة مسابقة مهمة ولها دوافع معنوية قبل أن تكون الدوافع مادية فإن الفائز في هذه المسابقة سوف يتشرف برفع الأذان في المأذنة العلوية المقدسة وهذا شرف عظيم يتمنى أن يناله الكثير من أصحاب الأصوات الرائعة الموجودة في هذا البلد وغير من البلدان الأخرى الحقيقة المسابقة تمتاز بأهمية وهي أنه رفع الأذان وهذا الصوت العلوي الذي ينطلق من هذه المأذنة المباركة الذي يشير إلى بدء الأذان في الأوقات الخاصة بالفرائض اليومية وهذا المكان المقدس المبارك الذي هو العتبة العلوية المقدسة وهذه المأذنة الشريفة التي ينطلق منها هذا الصوت لذلك يتسابق الكثير من الأخوة للمشاركة في هذه المسابقة المسابقة ترجمة نانسي قنقر